السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي التعليمات تلميذات في تحيح سلسلة التمرين الجزء الأول تجذب الكوني في عرض التمييز نحاول نبدأ بالتمرين الأول ونصحه بالتفصيل نحاول نقرر معطاية من الأولين نعتبر جسمين نقاطين A و B كتلتهما على التوالي M A و M B تفصل بينهما مسافة D الجسم A هو هذا والجسم B هو هذا نعتبره من نقاطين نعتبره محلق صغر وبنسبة للكتلة لديهم كل واحد م A و M B وتفصل بينهما مسافة D هي خمسة سنتيم لتكون F A قوة تجذب الكوني المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A يعني F A هي القوة اللي يطبق الجسم B على الجسم A تفقين نقاطين تكون هذه الجسم لأن الجسم B يجرى عنده الجسم A و F B قوة التجذب المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B مفهم؟ بالنسبة للمعطيات تعطونا M A تساوي M B 10 جرام يعني الجسمين بجوش لديهم الكتلة هي 10 جرام السؤال الأول للإشارة فقط بما أنكم وقت متوسط السلسلة يجد صعوبة سؤال عادي جدا بأنهم لا يفهمون الدرس أو لديهم مشكلة لا عادي جدا لأن الدرس الجديد لكم ومازال لا تدركوا فيه التمارين عادي جدا أنكم سؤال لا تفهموا أو لا تمكنوا منه وبالتالي لا يوجد أي مشكلة عادي جدا هذه التمارين ولم يمكن أن تصالد تمارين اخر لم يكن مشكلة أنها مميزات المشتركة من المميزات المضاره بين ذلكopus لدي م頭 المهم بالنسبة للمميزات المشتركة ما هي المميزات المشتركة بين هذه القوتين إذاً تجدوا بالكوني لك أنتم تذكروا في الدرس نقولوا أن تجدوا بالكوني لدي القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحياً متعكساً إذاً ما هي المميزات المشتركة بين القوتين إذاً هاد القوتين هما القوتان F A و F B فاش يشتركوا هذا يشتركوا في نفس خط التأثير ونفس الشدة إذاً القوتين F A و F B لهما نفس الشدة وخط التأثير إذاً من يمكن أن نقولوا نفس الشدة يعني عندهم القوى F A تسوي القوى F B أو شدة عفواً شدة القوى F A تسوي شدة القوى F B فهم؟ إذاً هاد ومفش يشتركوا عندهم نفس خط التأثير ونفس الشدة سهل السؤال الثاني ما المميزات غير المشتركة بين القوتين يعني مميزات اللي ما يشتركوا فيهم إذاً بالنسبة للمميزات اللي ما يشتركوا فيهم رأينا منحياً متعكساً و هادينا نشوفوه من بعد ديرهم بحالة تشكل منحياً يكونوا دائماً متعكسين هنشوفوه من بعد في تمثيل و ايضاً ما عندهمش نفس نقطه تأثير هذا عندهم نقطه تأثير يعدي و هذا عنده نقطة تأثير يعدي يقضي يسم B لان عندهمك نقطة تأثير به طبيل حل ما عندهمش نفس نقطة تأثير لهما منحيان متعاكسان ونقطتي التأثير مختلفين يعني عندهم نقطة تأثير مختلفين صافي؟ إذن هذا هو سهل ما هو السؤال الرقم الثلاثة؟ إعطي تعبير شدة قوة تجاذب الكونين مطبقة من طرف الجسمين على بعضهما إذن هنا ما نطلب منه إعطي تعبير ما نقصده بتعبير؟ تعبير ما نقصده هو العلاقة F تساوي مثلا JMA FNB على الدعو كاريوة لكن نقصدها معطيات التمرين مفهم؟ ما نقصدها معطيات التمرين إذن تعبير ما نكتبه غير كتابة بحال هكا عاد يأتي تطبيق العادة لكي يقول لك أحسوب إذن تعبير ما نقصده بحال هكا طريقة هذي صافي؟ إذن ده بادي مشي نحاولو نحطو التعبير إذن عندنا إحنا الجسم A كيتبقى على الجسم B والجسم B كيتبقى على الجسم A وإحنا كنعرفوا أن هذه القوتين عندهم نفس الشدة وعطونا الرموز إذن F A تساوي F B تساوي ماذا؟ J فوه الكتلة شنهي الكتلة؟ أعطوها لنا M A نضروبها في M B D مقصومة على D و الستنان هذه هي العلاقة لأصلا لأن المسافة بينهم هي يدكم كانت المسافة بينهم كرمزو لها بـ 10 هذي ندروا 10 و الستنان يعني هكا تخدموا بالمعطيات ديال التمرين إذن هذه هي العلاقة التي تهمنا نحن نصافي ودائما العلاقات التي تصوبهم قد دروا فحل الإطار في امتحان رأى كي يكون دكش من الضمك يجيز زيان فهم؟ إذا إلا طلبوا منكم التعبير نشو ذا بنا نكملوا إذن بما أننا حددنا التعبير ديال شدة قوة تجاذب الكوني دا بادي نشو الحساب نطلوب إنا أحسب شدة قوة تجاذب الكوني المطبقة من طرف كل منهما إذا نشدوا هذه العلاقة ونصفوا تطبيق العددية إذن بنسبة تطبيق العددية رأى سهل باكي لنعودوا كل شيء نصف فا تساوي فب لعننا أصلا عندهم نفس الشدة تساوي الجي أعطوها لنا في المعطيات هي أولا أخص النورمان وكان عرفوها الجي عفونا ممكن تعرفوها ولكن ممكن أن تعطى لكم في المعطيات ممكن أن يعطوها لكم شيء تماري نخر من غير التماري اللي تماري لكم فيه يعني الجي رأى ماشي مشكلة هذه التماري اللي تماري لكم في المعطيات وغالبا أنا أعطوها نستمازلتها هنا ولكن عارفين هي 6.67 فعشرة أس ناقص 11 إذا هنا عندنا الجي هي هي رفتمر النورمان مقطتة وفي المتحانة راكتتها غالي نستمازلتها هنا ماشي مشكلة نشو الكتلة م أ هنا نسينا التعبير ما كملناه شعفون هنا من التي رأيه التعبير هذا رمزال مسالي ناشي الله بنت لي however ي combinat تنمز الكلس التعبير يجب أن ألم مأ معطيات مأ يجب أن تقومي م EL ويمكننا القصمين القصمين على المقسومون في إحمال الح velocidade هدئه إذا鼓 Zam bundle هل توضع Lamb cut اصدرك أمر جديد لقد اقترب فتا辦 فتاكر ال fig اقدر م Skill إذا كنا نقوم بإعجاب م اولى ام ب هي 10 غرام ولكن يردون البال الوحدة لا نستملك الوحدة لغرام ولكن نستملك الكيلوغرام اذا يجب أن نحويل هذه الكيلوغرام كان عدة طرق لكي تحويلوا اللي ما عرفوا ولو يستعمل جدول التحويل ولكن لا نصحكم شبه لأنه يدي لكم الوقت هنا عندكم كيلوغرام هيكتوغرام ديجاغرام يعني عندنا 10 غرام هي هذه بالكيلوغرام هي 0.01 ولكن اللي يجب أن تكونوا عارفين هذه القاعدة لنعطيكم لدينا 1 كيلوغرام ما هو الوحد كيلوغرام ما هو الوحد كيلوغرام يساوي 1000 غرام الكتابة العلمية 10.03 غرام ممزيان إذا نحايد هذا 1000 غرام نخدمه بهذا 10.03 غرام يعني هنا 10.03 غرام نحن نريد 1 غرام ماذا يساوي 1 غرام هذه المقلوب هذه العكس نريد 1 غرام ويكون في 10.03 ساوي إذا قلبنا عمل كيلوغرام للغرام سأغير الرمز هنا 1.03 كنت هنا 10.06 هنا 10.06 هنا 10.06 هنا 10.06 هنا 10.06 يعني يعني إحنا نحن 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 10 غرام ما حال نحن نضربه ونحول الكيلوغرام سنضربه في 10.03 هل نقوم بعمل كيلوغرام ساوي ونحن ننطق نحن نساوي اذا نتعويض هنا M B أو M A هي 10.06 ونقوم بعمل كيلوغرام هذه نقوم بعمل كيلوغرام ساوي نقوم بعمل كيلوغرام ونقوم بعمل كيلوغرام ساوي عندكم هنا المتر 10 متر سنتيم متر ميلي متر حنا عندنا خمسة سنتيم إلا حولتها هي 0.05 ولكن الأفضل نكتبه كتابة العلمية لأن 0.05 متر ممكن تكتبها كتابة العلمية وممكن تكتبها الطريقة العادية هنا أنا حولت الفاصيلة التي حولناها المرة الأولى هنا قد أعطي ناقص واحد المرة الثانية هنا قد أعطي ناقص الججر وهذا نشوفه في البختي الثانية في الجزء الثاني للدرس هذين نشوفه الكتابة العلمية إذن رجعوا نكملوا أكمش معكم شوية بشتفهمهم زيان إذن هذه نظر نقص معي عشان نقص على خمسة فعشرة أس ناقص إثنان ولكن ماذا ما كنتم نخص كل شيئات شين دروا أس إثنان هتقول لي علاشا أستاذ شوفوا العلاقة أرى هذن ناقص على الدعو كاغي كل أس إثنان صافين وفي الكالكيلاد ريس انتو ما شنو هتديروا تكتبوا هذه الكتابة كماية كتبوا هذه كتبوا هذه وكتبوا هذه وكتبوا هذه في الأخير سأعطيكم النتيجة النيائية إياه كالتالي سأعطيكم جوج فاصلة سبعة وستين في عشرة وسناقص إثنى عشرة والوحدة هي نيوتون دي ما كيتسالي وأي عدد في الفيزياء ضرورة تفكروا في الوحدة لأن هذه النتيجة لأخذكم تقريبا جوج فاصلة سبعة وستين في عشرة وسناقص تردوا البل ناقص إثناش سأعطيكم مفهوم إذا مشوا نكملوا طلبوا من الحساب راح حسبنا للإشارة فقط هذه القوة كيف كتب لكم واش كبيرة ولا صغيرة إذا كما كتب لكم الناقص إثناش طرح صغيرة بززاف يعني التجاذب بين جسمين الكتلة دي لهم صغيرة دائما يكون تجاذب من عادي تقريبا هلين هضروع لي من بعد في التمرين كنظن في شيء تمرين أخر مهم مشوا مثل القوتين في الشكل موجود في التمرين إذا دعبا مشوا التمثيل بالنسبة للتمثيل في هذا الشكل هذا ماذا نحتاجه؟ هذه نحتاجه سلم سلم باش مثل القوة لدينا القوة راكين عنا هي 0.67 إذا نحنا نريد أن نرى كل واحد سنتيم شحال كيف يمثل لي السام تحت السام نحنا عنا اكس ما عرفنا شحام السنتيم نريد أن نرى هذه القوة هذه نديرو لي سهلة نعطيكم واحدة تقنية سهلة اللي ممكن أنكم ما تعرفوها هذين نخليوها 10-12 بوحدة نشدو غير هذا 0.67 نقسمها على جوش إذا قسمنا هذا 0.67 نقسمناها على جوش ماذا تعطينا؟ 0.67 قسمناها على جوش أعطينا 1.335 1.335 لماذا قسمت هذه الى جوش؟ لكي نرى في تمثيل غير جوش سنتيم لا نشرح لكم أكثر كيف سنتيمتها؟ ماذا نضربوها 10-12 نقسم نقسم نكلم حسن نشرح لكم من بعد هنا لدينا القوة ف أ لتساوي ف يكتساوي نقوم بوضع 6.665-N نقوم بوضع 0.665-N حشبه هنا نقوم بوضع X كتساوي 0.66-N 0.66-N نضربه في 0.11 هي نفسها نقسم على 0.135-N إذا اختزلنا 10.3-N معهدي أتلقاو 0.66-N وتالي لن نكون 0.66-N أشنو كنتعني هذا الجوش السنتيم هو تمثيل القوة إذا لم ننج منها الأجمود أصلاً إذا كانت لديكم قوة كبيرة بمعقدة خذوا غير على الشلكين هنا حيدوا الأس وقسموا على الججلة على ثلاثة إذا قسمتوا على اثنان أتلقوا اثنان سنتيم هنا قسمتوا على ثلاثة أتلقوا ثلاثة سنتيم وهكذا هذا نشرح لكم أكثر هنا وعيد إذا كانت لديكم شي قوة مثلاً عندكم كمثال منفهومة بحالة 24.57 نقطعها محتملة مثل قوة هذه غير قوة غير تقنية وقاعدة هذه لا نقصوها سنقسمها إما على ثلاثة إما على جوج إذا قسمنا على جوج قسمنا على ثلاثة قسمنا على ثلاثة سنتيم قسمنا على ثلاثة سنتيم إذا لماذا أعطينا مثلا 24.57 وقصومة على 4 أعطينا 24.57 وقصومة على 3 مثلا أعطينا 8.19 كميتات لذلك أعطينا مثلا كل 1 سنتيم كمتلينا 8.19 10.16 و 14 نيوتن من هنا نحساب نحط القيمة ديالي هنا ونقوم بإكس هذا يلقى أنه يساوي 3 سنتيم هذا يلقى أنه يساوي 3 سنتيم هذا يلقى صعوبة أما إذا أعطينا مثلا مثلا 30 نيوتن وقوة F 39 يلقى أنه يمكننا إخلق 1 سنتيم يمكننا إخلق 10 نيوتن مثلا أو 1 سنتيم يمكننا إخلق 15 نيوتن هذا سهل وكنه يمكننا إعطينا أسلة هذه الطريقة التي أعطيكم سهلة وزوينا في الامتحانة سهلة لكم بزاف الأمور إذا لم أعطيكم أي شيء سلم كيف نكمل إذا وصلنا إلى تمثيل إذا وصلنا إلى تمثيل إذا نحن نقوم بإخلق 1 سنتيم ويجب أن نتلعه 1 سنتيم أول شيء الذي ستكونون تعرفين كان نتلعه على خط التأثير خط التأثير هو هذا هذا هو المستقيم هنا هو خط التأثير وكان بدأوا من نقطة التأثير إذا هذا الجسم A الذي كان هنا هذا الجسم A ما يفعله؟ يجر الجسم B ويجر الجسم B يجر الجسم A إذا بدأوا بالجسم A ما يفعله؟ يجر الجسم A يجر القوة من نقطة التأثير يجر الجسم A يجر الجسم A قوة تجادب مطبقة من طرف الجسم A إذا الجسم A كيف يجر الجسم B عنده تفقين إذا التجادب الكوني هو هذا هذا الشيء اللي كان بالنسبة لنا لدينا 2 سنتيم وهنا لدينا F A وهنا لدينا F B هنا لدينا 2 سنتيم هذا اللي مهمين تمتيل بالسنتيم ما زال غلطه في الرمز هنا وحضر أن هذا الشيء لدينا مشكل فهم؟ تقريبا جاوبنا على تمثيل لم تكن لدينا مجددا هذا الرمز هذا F A أو F B مختلف من المثال غير تحرقهم ففا قوة تجادب الكوني المطبقة من طرف الجسم B هذا الجسم B ما يفعله؟ يجر الجسم A أو S يجر الجسم P هذه التجادب المثال فهو حالك و FB قوة تجهد منطبقة 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 الجسم A هذا الجسم A على الجسم B هنا يجر الجسم A يجر الجسم B هذه هي الطريقة التي تمثلك نظرها سعيدة و سعيدة هذه نرى تطبيق أيضا في التمرين الثاني وهذه تفهموا أكثر هذا يذهب إلى التمرين رقم 2 بالنسبة للتمرين رقم 2 لدينا كورتين من تنس لدينا كورتين منطبقة أخرى بل استخدامها لتمرين الثاني احتى لو كانت خطأ لديكم خطأ أو لم تكملت سلسلة ممكن توقفوا في هذا الفيديو وصيروا وصابوا التمرين الثاني ونطبقوا ليسر محبا في التمرين الثاني نفقوا ذلك بالنسبة للتمرين الثاني كورتين تينس رقم 1 و 2 مثلا هل هذه نسميها رقم 1 وهم هل هذه نسميها رقم 1 اخذوا مركز الاتقال وهو هذا تم وضعوا ما فوق سطح الأرض أولا عبر ثم أحسب شدة قوة تجاذب الكوني المطبقة من طرف كل كرة TNS على الأخرى يعني هنا يحسبوا شدة قوة التجاذب الكوني معطيات التمرين نفس الكتلة الكورتين والمسافة هي 50 سنتيم تقريبا نفس التمرين للأول غير هنا باش تمرنوا مزيدا على علاش حطيتوا باش تعودوا الحساب اذا العلاقة بصفة عمارة سهلة مهم بالنسبة لهنا عندنا قوة نسميهم واحد واثنان يعني عندنا F1 على اثنان تساوي F2 على واحد هذا هو غير الموز ما يعني هذا أن الكرة الأولى اللي هي الأولى رقم واحد تطبق قوة على القوة الاثنان فتجاذب الكوني للقوة الاثنان إذا ما هو هذه القرة الأولى تتجر عند هذه القرة الثانية مفهوم؟ وبنسبة لهذا F2 فتعني شدة قوة تجاذب الكوني المطبقة من طرف القرى اثنان على القرى واحد القرى اثنان شنو كتدير تطبق قوة على القرى واحد وكتجر عندها هذه القرى واحد تتجر عند القرى اثنان هذا ما يعني بعد الكتاب يعني ما نستمنه بحل تمرين الأخر F A F B هنستمنه F1 F2 وكناعرفو أنه في تجاذب الكوني للقوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة هذا الشي يعني أنه نديره F1 على 2 تساوي F2 على 1 وشنو هدي يساوي لنا هتساوي الجي مضروبة في M وكناعرفو أنه M عدوا نفس القتلة يعني M A تساوي M B تساوي M يساوي M هنستمنه نديره M على مسافة بينتهم هي D و M هي M و 3 كتبه M نديره الأقواص D و 3 م على دي أس 2 لكل أس 2 سوف نرى بحال تمرين الأول نحن نرى التطبيق العددي نرجع هنا تطبيق العددي بالنسبة للتطبيق العددي مباشرة نقوم بعمل 6.67 10.2-11 فهذا نضربها في م لماس لكتلة 58 غرام كانت نقوم بعملها ما هي نقوم بعملها 58 غرام هذه بقيها إذا نحن نقوم بعملها من الجرام إلى كيلوغرام نضربها في 10.3 58 غرام تساوي 58 في 10.3 كيلوغرام كانت عندنا 76 غرام نحن نقوم بعملها كيلوغرام نضربها في 10.3 ما فهمت هذا؟ دائما نقوم بعملها كيلوغرام كانت نضربه في 10.3 هذا نقوم بعملها مهمة جدا لا نكمل لأن الجرام صغير بزعاف وكيلوغرام هو كبير لماذا نقوم بعملها نقوم بعملها نكمل مقسومة هذا الدي الدي 50 سنتيم ولكن نقوم بعملها ما قلنا؟ نحن نقوم بعملها من سنتيم المتر نقوم بعملها من سنتيم المتر نقوم بعملها في 10.3 50 سنتيم تساوي 50 10 سنتيم ما قلنا نعرفه هذا الجدول يكتب هنا 50 سنتيم هي هذه 50 سنتيم ويرسل 0.5 متر صافي ويرسل أغيره هو يحفظته هذا مزيان ضغي هذه الدوزوم في المتحان ويكون لكي تكون مشكلة إذا أريد أن نحوله من سنتيم المتر نضربه في 10 سنتيم المتر ونضربه في 10 سنتيم المتر وإلا إذا أريد أن نقوم بعملها إذا لم نكمل لأنه يجب أن تعود التمارين يجب أن يكون هذا سهل فأنا نقوم بعملها نقوم بعملها overtarez وقامل نتفع ويعطر نتفع 8.97 فعشر ـ نتجان ف، نتجان ف ثموا 0.3 енно فقرنا على السؤال الأول، أريد السؤال الثاني رأي السؤال الأول سائل كما أظن اردنا بحاله في الأول عندنا 11 سنتيم يحتاج السلم لأمثل القوة ما الذي ستعطينا؟ 1 سنتيم لأمثل نتبع معي، ما الذي نفعله؟ كما قلت لكم القبيلة هنا عندنا سنقيس 13 سنقصها كما هي لا أردنا نفسها هل فهم؟ هنا لدينا 1 سنتيم و هناك إكس مجهور القوة التي نقلب عليها هي 8.9710-13 نيوطن نحن نأخذ كل 1 سنتيم كيف يمثل نحن نقوم بمثل هذه العدد كما قلت لكم و قدرنا نقسم على ثلاثة أو على الجوج لا تفوتوا خمسة لأنها خمسة تخرج لكم 6 سنتيم سبعة لا يوجد كيف يتمثلها بالمسطرة تخرج لكم قوة كبيرة نحن نأخذ غيمتها بحالة القبيلة لماذا أعطينا هذه 8.97 و قسمناها على الجوج ما هو هذا الوقع؟ نقوم بحالة 4.485 نيوطن نضربها في 10.2-13 ما هو نعتبره؟ نعتبر أن كل 1 سنتيم كيف يمثل 4.485 نيوطن نتفقين هذه طريقة لكي تسهلوا العملية لكم أما لا نستملك لكي و بالتالي من هنا نحسبه هنا أقصصكم تجدون أن إكس سيوي لنا 2 سنتيم ضروري نضربها في واحد و نقسمه على هذا العدد الذي كان هنا هذا ليس 10.5-13 ما هذا ليس 10.5-13 ما هذا ليس 10.5 سنتيم ثم نأخذ إلى تمثيل 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 لديه مركز التقال الجسم هو هذا خط التأثير خط التأثير هو الخط الأسود نبدأ من أن نعود رسمه هذه من الكرة واحدة كرة اثنان كرة اثنان ماذا نفعل هذا؟ هذا مثل القوة التي تطبق مثلا F1 إلى جوج هذا مثل القوة F1 إلى جوج القوة التي تطبق الكرة واحد إلى الكرة اثنان مثلا هذا من هنا نتفقين هنا نحاول أن نبدأها ولكن نردوا البل تحسبوا بالمسطرة نتوما ها هي اللون نتوما تحسبوا بالمسطرة تلقوا هنا دو سنتيم اللي خط التلقوا صافي؟ يعني هذه القوة هي F1 إلى جوج القوة التي تطبق الكرة واحدة إلى الكرة اثنان في الجهة المقابلة بنفس الطريقة يجب أن نبدأ نقطة التأثير و يجب أن تلقوا هنا دو سنتيم يجب أن تحسبوا دو سنتيم قد تكون دو سنتيم هي F2 1 يعني قوة المطبقة من طرف الكرة اثنان ها هي هي اللي تجرها ماذا يجرها الكرة اثنان على الكرة واحد صافين فهم؟ إذا هذا الشيء اللي كان في تمرين رقم اثنان ما في شيء صعوبة كثيرا إذا نحاول تمرين ثلاثة و التمرين الأخير نحاول نجوابه عليه هذا هو اللي هتلقاه في شوية الصعوبة لأنه في شوية الحساب أخطر الجواب الصحيح كتلة كرة كرة الطاولة كتلة كرة الطاولة هي 9.5 جرام ردول بالوحدة دائما كرة الطاولة هي كنا نلعبوها بحال شكل التينيس كنا نلعبوها غير هي كتكون خفيفة بزاف و وزنها على سطح القمر يساوي إذا هاد الكتلة كرة الطاولة هي 9.5 جرام لوزن دائما لوزن دائما ما هذا يساوي على سطح القمر وش الخمس ولا العشر ولا السودس وعطونا معطية عطونا كتلة الأرض عطونا الكتلة القمر وشعاع 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 بالنسبة للسؤال ما فيش ختيار سوف نأخذ الجواب الصحيح لا في الحساب متفقين هادي مشيون بداو اذا اول حاجة كنو كان عرفو ان وزن دائما الكرة هذيك الكرة على سطح الأرض تبع ما عادي كتبع دائما والاول باش نشرح لكم وزن القرة على سطح الأرض شنو هذي يساوي يساوي قوة التجاذب قوة التجاذب الكوني المطبقة على القرة من طرف أرض لا سطح الأرض من طرف سطح الأرض وزن وزن القرة على سطح الأرض وزن القرة على سطح الأرض الوزن يساوي القوة التجاذب الكوني لأن الأرض هي وهذه القرة مثلا حتتها هنا كتبع صغيرة حتتها هنا إذا هذي القرة والأرض كان واحد تجاذب كوني بينتهم تجاذب الكوني لأن كل جسمين يسمى تجاذب الكوني إذن القوة المطبقة من طرف الأرض تسمى الوزن وزن القرة يساوي قوة التجاذب الكوني وزن 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 القرة هي القوة المطبقة من طرف الأرض والتجاذب الكوني هو التجاذب بين الجسمين كيكون دائما الجسمين كيكون تجاذب ولكن بالنسبة لنا في الأرض كيكونوا متساويين يعني F كيكونوا متساويين لأن هناك توازن بين الجسمين كيكون توازن يعني ما كيكون ش واحد جسم قوية الأخر هنا كيكون توازن بينهم يعني يعني أن الكرة محتوى تطع الأرض كيكون في حالة توازن وكتكون خاضعة بطبيعي حالة القوة للتجاذب الكوني التي تكون متساوية مع الوزن إذن هنا ما نفعله ف هي قوة التجاذب الكوني ما نفعله ب و ما نفعله ج نضره فعلا في الكتلة الزم و نضره م و نضره فعلا المسافة على المسافة فعلا نخدمه مرقز مرقز و مريق الارض و مرقز 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 المسافة هي الر أقول الر علم نقسمه هنا على RT و 62 صافي دائما على سطح الارض دائما ندرها دائما صحيحة قوة تجذب الكوني كتساوي وزن ديال الجسم على سطح الارض ما شو نكملو نشوفو شحاله يخرج لنا J هي 6.67 10.11 MT أعطوها لنا 6 10 21 طن هنا 6.21 طن 1 طن 1000 1000 10.13 10.13 بعض القواعد تكونوا عارفين عندنا مثلا ASN كتساوي ASN زائد M هنا SM هنا ASN كتساوي AM ناقص N كان عندكم واحد قاعدة اخرى 1 A ASN كتساوي A US ناقص 9 9 قواعدة تحتاجوا مدلعم هنا هنا 1 طن كتساوي 1000 كيلوغرام 1000 10.13 كيلوغرام إما نضربه في 1000 أو نضربه في 10.13 بحل بحل 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.24 10.24 لأن لديهم نفس الأساس 21.3 هي 24 نضربها كيلوغرام لا يوجد مشكلة نكمل أولا نحيد لأن لديكم الحساب الصعيب هذا 24 22 نضربها فاش لأن الكتلة الكرة هي 0.5 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 في حال شعاع الأرض هو كيلومتر يجب أن نحول المتر دائما من الكيلومتر المتر نضربه في 10 أس 3 ولا في 1000 لماذا؟ لأن الكيلومتر قبر من المتر لأن 1 كيلومتر يساوي 1000 متر الشراء سهل لأنه لا يسعب يعني 10 أس 3 نضربه في 10 أس 3 نضربه في 10 أس 3 وانشاء الكل أس 2 إذاً إذا حسبت هذا الحساب بالكالكيلاتر يكون لديكم صحيح دائماً قد تستعملوا الأقوس إذا تستعملوا الكل اكتبوا وغيره سيخرج لكم النتيجة هي اللي نتلقى نتلقى بأن F تسوي 0.0.242 ن تقريباً نتلقى 0.0.242 ن نفهم بنفس الطريقة هاتش ندرنا على سطح الارض هاتش نطبقوه على سطح القمر لان نحن شنو بغينا بغينا نقارنو الوزن على سطح القمر مع على سطح الارض اذا بنفس الطريقة هاتش ندروا اذك الجملة اللولا نعودوها نفس طريقة وزن وزن القرى على سطح القمر يساوي قوة التجاذب الكوني المطبقة على القرى من طرف ماذا من طرف سطح القمر من طرف سطح القمر سافي دابان نفس الطريقة هاتش نكتبو القاعدة فتوساوي لان من كمشو القمر راه القوة اللي كي تبق القمر هي لك تسمى وزن القمر وفي نفس الوقت هي قوة تجاذب بين ذلك الجسمين لان هادوك جسمين اي جسمين كان فيهم قوة تجاذب كتكون بينتهم اذا فتوساوي نسميها اذا فتوساوي 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 بي بريم بي نفس الطريقة نفس العلاقة الجيء ب PLT من ضروب في M تي من ضروب في m اي من مقسو ما علياش علي أغ ولكن ماشي تي L والسي تنان ديال القمر شعي ديال القمر يعني في الطرد هو القمر الشعع هنا هو القمر ML لمس دولالين كتلة القمر وهنا تكون هي شعع تطبيق العدد بنفس الطريقة كما ذكرت ما يعطينا 6.67.10 1-11 مضربة في الكتلة القمر ما هي الكتلة القمر اعطوها لنا بالكيلوغرام 7.36 10.22 يعني ما تحتاج التحويل قبل ما تكتبوا اي عدد ضروري تشوفوا كيف نحويله المسافة المتر ضروري كيف نحويله هنضربوا 0.5-10-3 نقسم المسافة نرى المسافة والشعاع اعطوه لنا بالكيلومتر اذا نحويله المتر بنفس الطريقة نقسم 1737 مضربة 0.4-10-3 الكل الكل لا يكون لديكم مشكلة اتلقوا النتيجة النهائية هي كالتالي 4.07 10-3 نيوتن تفقين؟ هذا هو الجواب و اتقول ليه أستاذ مين هو الجواب النهائي؟ لماذا ما لدينا ذلك الاختيارات؟ بالتسبب الاختيارات هنا اردوا البال اعطونا هنا العلاقة بين سطح القمر مع سطح الارض ما نستطيع أن ندعب حسبنا القوة على سطح الارض وهذه وهذه على سطح القمر هذي نشده إلا بغينا نقارنه دائما في الفيزياء إلا بغينا نقارنه واحد من يقدرين كندروا القسمة اذا ما نشده؟ نشده مثلا هذيك باي هذي نشده باي ونقسمها متى على ب بريم ولا العكس اللي بغيتو باي هي هذي هي هاي القيمة ديالها لأن اصلا كتساوي F مفهم؟ و ب بريم هي هذي للقنيني هذي نشده 0.0264 نيوتون هذي نقسمها الى هذي القيمة اللي لدينا هنا 4.0710 3.0710 دائما في القسمة نيوتون مع نيوتون راكي يمشين بدون وحدة العدد اللي يلقوا هنا بدون وحدة شنو هذي يلقوا؟ العدد اللي يلقوا هنا تقريبا تلقوا 6 هذي المقدر اللي قسمنا على المقدر التانية تلقوا 6 شنو كيعني هذا؟ نسبر لنا في الرياضيات إلا كانت باي على ب بريم كتساوي 6 هذي كيعني أن نحولو هذي باي بريم تجيال أخرى هذي عطينا باي بريم تساوي باي على ستة هذي مفهوم؟ يعني هذي باي بريم نحولوها للطرف الآخر وستة نجيبوها بلاستع كنظرها باينة ما صعباش إلا ما فهمتوهاش نعود نحسبوه بالخوشيبة تنشرحوها واخا هذي ننشوفو طريقة أخرى بشته إلا ما فهمتوهاش واخا هذي نضربوه هنا نضربوه هنا في ب بريم فالطرف ونضربو بي بريم فالطرف هذا متفقين شنو هذي اللحظو؟ اخصن ختاز لواة ب بريم عادة ب بريم هذي بقى لنا بي تساوي ستة ب بريم تفقين؟ وحنا شنو بغينا؟ احنا بغينا بغينا ب بريم هنحولو هذي ستة لها الجهة يعني هنقسموه هنا على ستة وهنقسموه هنا على ستة هذي ستة مع ستة هتمشي والنتيجة النهاية هي ب بريم تساوي بي على ستة صافي؟ رأيها سهلة مصعباش انتو مغير شوفوا العلاقة بي على ب بريم تساوي ستة وخرجوا لي ب بريم ما هي ب بريم؟ هي هو الوزن على سطح القمر ردوا البال هذا الوزن على سطح القمر وهذا بي هو الوزن على سطح الارض ردوا يحسبنها هيا لهذا صافي؟ إذا شنو latency كانت لدينا شدة الوزن على سطح القمر ستimal كانت لدينا شدة الوزن على سطح الأرض مقسومة على الساة يعني السدوس السدوس python دقés هذي نستغ vote هذا هو السودوس هذا هو السودوس وزنها على سطح الأرض سطح القمر شدة الوزن تفعل السودوس كخلصة عملتم بالثمارين حسبنا شدة الوزن على سطح الأرض حسبنا شدة الوزن على سطح القمر ويقوم بقسمهم بقيم بـ المقلوب على سطح الأرض التمرين مركب قليلا ولكن عادي جدا أن أعطيكم حالة التمرين لكي تفوقوا في المادة يجب أن تكون هناك طريقة دائما في المقارنة عددين أو المقدارين نقوم بعمل القسمة في أغلب التمرين نظن أنه تمرين واضح تفصيل الدليل لذلك أنني أتعطي قليلا في الشرح تقريبا نرى 30 دقيقة لم أتوقع هذا شيء في اليوتيوب في اليوتيوب لم أتوقع ربع ساعة ربع ساعة 20 دقيقة نقوم بعمل التمرين نقوم بعمل التمرين لذلك عندما قمت بعمل التمرين لا تفرج في التواصل ولكن أنتم مهتمين في الدراسة لكي تستفيدوا كخلاصة على التمرين إذا لم تفهموا شيئا لا تفهموا شيئا وحاولوا تخدموا تمارين جدد الحواج المهمين أن تكونوا عارفين تحولوا من كيلوغرام تكونوا عارفين تحولوا من سنتيم المتر مهمة جدا تكونوا عارفين طريقة التمثيل كيفية تمثلوا واحد القوة تكونوا عارفين تقارنوا بين مقدارين نقوم بعمل القسمة طبيعة الحال هذا هو ملح ويجلي مهمة تقريبا في التمرين والعلاقة تعرفوا تطبقوا العلاقة العلاقة للتجرد والكون تكونوا تعرفوا تطبقها والتعبير تعرفوا تبدو التعبير بحالها انطلاقة من المعطيات إذا نظن نرى وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا ومعدنا في الفيديوهات الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة